وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يصل الحدود السورية على رأس وفد عسكري مشهد آخر يتلو تصريحات تركية محذرة عقب مقتل وإصابة عدد من جنودها بقصف من قوات النظام السوري في إدلب رغم إعلامها المسبقي بمواقعهم هجوما قالت وزارة الدفاع التركية أنها ردت عليه بتدمير العشرات من الأهداف للنظام السوري أهداف عملياتنا حتى الآن هي حوالي الأربعين نقطة عسكرية في إدلب ووفقا للمؤشرات الأولية هناك ما يقارب ثلاثين خمسة وثلاثين سوريا في الجانب الآخر تم تحييدهم ومع ذلك هذه ليست النهاية العملية مستمرة كما كانت وفي غضون ذلك أكدت وزارة الخارجية الروسية بأن الطرف الروسي والتركي أيدى ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الثنائية المبرمة فيما يخص مناطق وقف التصعيد ضمن اتصالنا بين وزير الخارجية الروسي مع نظيره التركي جاء بعد تهديداتنا تركيتنا بالرد قابله نفينا روسي ينكر أي هجوم تركي في إدلب مؤكدا في الوقت ذاته خرق القوات التركية الاتفاق والدخول دون اندار مسبق في المقابل أكدت الخارجية الإيرانية ضرورة الحفاظ على مسار أستانا القادر على حل الأزمة السورية حسب وصفها رافقتها تصريحاتنا للنظام السوري تؤكد استمرار زحف قواته حتى السيطرة الكاملة على البلاد اشتركوا في القناة